أفشا وشريف على الدكة موظم الوقت في النادي الأهلي دلوقتي لا يعني ما أنا قلتلك الراجل بقى من روتيشن كتير بس في موظم الوقت قاعدين عادي احنا ملناش ده والموضوع ده بقى قديم انت بتفتح من الجروح اصلا أنا بس بفكر السادة مشاهدي لأ هو مش لما كيروش استبعد أفشا وشريف عادي عادي حصلت انتقادات وهجوم كبير جدا على جهاز الفن المنتخب مصر جهاز الفن إيه علي أنا وشاو انت تحديدا انت ومحمد شوق صح انتو ازاي وانتو ازاي ما تقولوش للراجل وراجل ما يعرفهمش وكانوا أفضل لعبين يعني خد بالك انه أفشا وشريف في وقتها كمان كانوا on fire يعني هم من أفضل الناس اللي موجودة في مصر برغم كده استبعدهم كيروش طيب فرصة دلوقتي وكأنها نصيحة إيه ينقص شريف أو أفشا وهم مميزين هنتفق كلها انهم مميزين انهم يبقوا لعب أسين طول الوقت شريف نقصه يهدى وهو هداف بس هو بيمر بحالة تحسس ان هو في اختبار طول الوقت ودي طالما انك كمدير فني بلعبك اللهم عليك اه مميزينش توتر بقى خلاص مهددك لا مش طول الوقت اعود اقول اصله متوتر اصله هو البان اصله هو نفسه مكسورة عشان من أيام كروش ما استبعده لا اقلت لك كده لا انا قلت له قلت له انت متوتر انا كنت في النادي من 3 ا4 ايام قلت له انت متوتر ودماغك انت كنت بيجيب الجوان من أماكن أصعب من كده وبتجيبها والسنة دي جبت ده حتى الراجل قال قال شريف يا ظل ده تالت هدفين الدوري فهو الراجل بيجيب ممكن يبقى في عدم توفيق بس هو في توتر عند شريف هو ان شاء الله يعني التوتر ده يروح وهو المسؤول عنه ايوه مفيش اي حاج لهو لا تروشش سبب لما استبعدك فرجعلك مستواك ولا مثل مرسل فورا بلعب في عربة لا ما بقولش حجج انا بحبش عموما اه قدي حجج للعيب طبما انت الحمد لله ربنا قرمك وسليم تتمرن كويس بتاخد فرص وماشي كويس وبتلعب العب اصلا اصل كان وده عملي وده عملي لا هو لعيب كويس بداليه وجوده في النادي الاهلي لازم يهدف ولازم يصر انه يهدف ويضيع التوتر اللي هو فيه ده هو مش في اختبار لانه مش اول سنة في النادي الان صحيح افشا نفس القصة افشا اخير ثلاث ماتشات عمالهم كويسين جدا ونزل وغير في الماتش فهو هو اللعيب عارف السر فين وعارف القصة فين انا كمدرب عايزة اشوفك اشوفك بتعمل اقصى حاجة واحسن حاجة هتلاقيك موجود على طول فيه نواقص هيقولها لك المدرب كملها حيلا النواقص دي موادات ده السؤال النواقص اللي شافها كيروش وقتها هي النواقص في طرق اللعب ايوه يعني هي هي انا هقولك هي نفس النواقص اللي هي لما بتجي احنا بكنا بنلعب اربعة ثلاثة ثلاثة لها متطلبات عايز تمانية دول يروقوا ويرجعوا يدفعوا ففي وجود حمدي والسلية كان الراجل الاخر ماتشاد بيلعب التلاتة مروان وقاليو وحمدي او السلية صحيح علشان الحتة بتاعت الناحية الدفاعية والالتحامات في اوقات كان محتاج انه يلعب بين الخطوط بس دي اجزاء من المباراة مش كل مباراة زي ما حصل الشيط التاني في المباراة الوداد بالضبط لما نزل افر تلاقي افشا يعمل لك ثلاث فرص هو اربع فرص صحيح الخطوط خلاص الفرقة انهاكت بشكل وافشا خد مباراة من الاول برضو وكان هاي موجودة في الدول فهو ده الفكر اللي عند الاجانب عشان احنا لما بنتكلم في حتة انك لازم تدافع والدفاع ده ما فوش عيب ده استحالة اي مدرب اجنبي هيشيله من دماغه استحالة مهما تقوله بقى لعب للكرة الكرة الممتعة الجميلة بيلعب الكرة الممتعة والبتاع لكن ده ادركه الراجل بعد ما تش صنعه لو تفتكر ادرك ده بشكل كبير جدا بقى يشتغل على الدفاع الجماعي يشتغل على نص الملعب ازاي يعملوا بلوك قدام الديفنس النتائج تاخ 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 في تصعودي وفي نفس الوقت اكتر حاجة كانت فيها دفوهات بنضيع فرص سوء ترجمة نانسي قنقر